السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الاعدادي النهاردة ان شاء الله نبدأ مع بعض شرح دروس يونت 1 اللي هي بعنوان coming home معدنا النهاردة مع شرح lesson وانتو الدرس الاول والتاني اللي لسه اول مرة يتبعنا احنا بنشرح grammar اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت بالكامل من كتاب جيم والمعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة واتبعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ يارب تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا ان شاء الله يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيج 12 طبعا ده vocabulary على lesson 1 and 2 الدرس الاول والدرس التاني هنبدأ بالkey vocabulary اللي هي المفردات الرئيسي عندي كلمة routine اللي هي معناها routine او عمل متكرر يعني حاجة انا بتعود ان انا بعملها او بقررها مثلا ممكن كل يوم ده اسمه routine طبعا الكلمة دي نوعها noun اللي هو اسم اللي اني دي اختصار لكلمة noun daily daily معناها يومي او بشكل يوم daily طبعا بتستخدم ك adjective كصفة وك adverb اللي هو الظرف اخد بالي ان هي بتساوي كلمة everyday everyday معناها كل يوم ده adverb ظرف ولكن اخد بالي بقى من everyday على بعضه دي معناها يومي دي صفة يبقى دي adjective صفة اما ده adverb ظرف بتساوي daily اللي هي معناها يوم activity اللي هي معناها نشاط دي noun activity 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 وطبعا لو عايز اجمعها بحز في ال y وبضي في ال i e s text اللي هي معناها يرسل رسالة نصية طبعا على الهاتف المحمول مثلا او بتستخدم كanoon بمعنى رسالة نصية text text طبعا كلمة way معناها طريق way way وانا عندي كلمة road برضو معناها طريق طريق ولكن اخد بالي من كلمة way ممكن تستخدم بمعنى طريقة يعني ايه يعني طريقها لفعل شيء واخد بالي من كلمة way اللي هي معناها طريق او طريقة واوي على بعضها اللي هي معناها بعيدا اخد بالي من الاتنين دول sofa معناها كنبة او قريقة sofa sofa block of flats block of flats عمارة سكنين كلمة flat يعني شقة وكلمة apartment برضو معناها شقة block block of flats interview interview معناها يحاور شخص يعني بتستخدم كverb او حوار او مقابلة شخصين وعندي كلمة ايه review اخد بالي من كلمة review دانون بمعنى نقد او ايه او مقالة نقدية وعندي view معناها منظر كلمة view ضفت لها البداية enter باز interview اتحولت لكلمة تانية معناها مقابلة شخصية او حوار شخص بعد كده exercise على vocabulary هنكمل بكلمة interview اللي هي مقابلة activity نشاط routine اللي هو نظام اليومي او routine sofa اللي هي الكنبة four people can sit on this note اربع اشخاص يقدروا ان هما يجلسوا على هذه الايه الصوفة اللي هي الكنبة او الاريه علي is having a note for the job of the engineer طبعا علي عنده ايه لوظيفة المهندس يبقى هو عنده interview going to school is a daily note for me الذهاب الى المدرسة هو daily ايه daily routine هو routine متكرر بالنسبة نكمل عندي best friend افضل صديم best friend best friend guess guess معناها يخمن او يتوقع وطبعا ده فعل منتظم الماضي منه باضافة ال-ed school day school day معناها يوم دراسي كلمة school هنا بتستخدم كادكتف كصفة بمعنى دراسي وليس معناها مدراسة prefer معناها يفضل prefer طبعا برضو ده فعل منتظم الماضي منه باضافة ال-ed ولكن انا عندي الفعل بينتهي بحرف second قبله حرف متحرك او صوت متحرك بنضعف الحرف second ونضيف ال-ed عند التحويل الى الماضي pickers اللي هي مخبز بتساوي pickery برضو معناها مخبز اخد بالي من الوظيفة لو ضفت لها الابستورو في اس اصبحت المكان اللي بيعمل فيه الشهر عندي مثلا chemist chemist معناها اللي هي صيدالي chemists اللي هي الصيدالي cook معناها يطبخ او معناها طباخ بتستخدم كverb وكنا cook وطبعا ده فعل منتظم الماضي منه باضافة ال-ed ولكن بقى انا لو ضفت لها اللحقة er بقت cooker اللي هو البتاجاز بعد كده عندي person شخص person person شخص طبعا انا ممكن اجمعها لكلمة people اللي هي معناها اشخاص lesson lesson معناها درس او معناها حصة weekend 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 عطلة نهاية الاسبوع طبعا انا عندي كلمة holiday holiday دي اجازة school work school work school work العمل المدرسي او الوجب المدرسي school work برضو انا عندي هنا كلمة school معناها مدرسي وليست مدرسة يعني بصدم كادجكتب partner partner معناها شريك partner country 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 دولة او بلد طب انا لو ضفت لها the بقى the country اتحولت خالص الى كلمة الريف the country the countryside طب انا بقى عندي دولة اللي هي country طب انا عايز مدينة كبيرة نفتكرها كده مع بعض city ومدينة صغيرة town وعندي اه طبعا اه الريف the country وعندي korea village طبعا دي كلها اه طبعا المدن وطبعا اه الدول and so on طب بعد كده عندي plug اللي هي مدونة على الانترنت صفحة اللي انت بتكتفيها طبعا personal information طبعا او حاجات عنك دي بنسميها plug everyone everyone معناها كل واحد او كل شخص طب رون دي اختصال لكلمة ايه ان احنا بنستخدمها كبروناون كضمير computer games العاب الحاسم computer games fun دي معناها متعة او مرح طبعا انا عايز اقول منتع funny دي الصفة نكمل في باقي 13 school subjects مواعد دراسي school subjects school subjects break break اللي هي الراحة والفوسحة طيب انا لو استخدمتها كverb وقلت break break قصرتها كده بمعنى يقصر break يقصر يعني انا لو نطقتها نطق مختلف بتحول لي طبعا المعنى خالص break يقصر اما break راحة او فوسحة topic معناها موضوع topic topic free time free time وقت الفراغ وانا عندي كلمة spare time spare time برضو معناها وقت الفراغ free time spare time interests معناها اهتمامات interests interests طب انا عندي كلمة interested معناها مهتم دي صفة وبتاخد حرف الجر in معناها مهتم بي interested somewhere مكان ما دي أدفرب ظرف sleeping 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 النوم طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا بنستخدم ال verb زاد ing كنوم عندي verb sleep ينام sleeping معناها النوم chess معناها لعبة الشطران chess chess ولكن انا عندي كلمة cheese cheese دي معناها جبنة بعد كده الجزء الخاص بتصريف الافعال اللي هي regular غير منتظم الجزء ده مهم جدا لازم نحفظه علشان نقدر نفرق ما بين الفعل في المدارع والموط read read يقرأ ناخد بالنا بقى من اختلاف النطب read read هنا كأني بقول احمر read بالزبط كده read منطقهاش read هي نفس الاسبالنج ولكن النطب مختلف read 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 come come يأتي came come come came come leave leave معناها يغادر او يرحل left left كلنا عارفين ان كلمة left ممكن يكون معناها يسار spend spend معناها يقضي وقت او معناها ينفق مالا يبقى spend time معناها يقضي وقت spend money معناها ينفق مال الماضي منها spent 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 بعد كده الجزء الخاص بالdefinitions اللي هي التعريفات يعني بيديلي كلمة وبيديني التعريف بتاعه طب انا مطلوب مني ان انا اعمل ايه ان انا اذاكر واحفظ الكلمة وابدأ ان انا افهم معنى الجملة او معنى التعريف بتاعه طبعا هنا بيجيلي ممكن يجيلي في سؤال اختر يجيبلي التعريف ويقول لي بقى اختاري الكلمة اللي هي تنطبق مع هذا التعريف block of flats معناها عمارة سكني a tall building with more than one floor with flats for people to live in طبعا بيقول هو مبنى طويل with هنا معناها بي او ذو بي اكتر من طابق واحد بي شواء طبعا للناس ان هي بتعيش فيه دي العمارة السكني يعني مبنى طويل في شواء كتير اكتر من طابق وفي شواء كتير طبعا الناس بتعيش فيه interview معناها مقابلة شخصية a formal meeting formal meeting معناها اكتماع رسم in which someone asks you questions about yourself and your life طبعا هو اكتماع رسمي كده شخص بيسألك فيه مع اسئلة عن نفسك وعن حياتك دي اسمها مقابلة شخصية طبعا دي بتكون وانت هتقدم طبعا على وظيفة and so on بعد كده routine اللي هو النظام اليومي او routine او العمل المتكرر your usual way of doing things هي طريقتك المعتادة لفعل الاشياء especially خاصة when you do them in a fixed order at the same time لما تكون بهذه الاشياء فيه ترتيب ايه منظم كده في نفس الوقت يعني انا بعمل الحاجات او بعمل الكثير من الاشياء بنفس الطريقة وبنفس الوقت او بنفس الترتيب ده اسمه routine او عمل متكرر بعد كده الجزء الخاص بالكليكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظية يعني ايه متلازمات اللفظية دي verbs and nouns افعال مع اسماء بتكون لي expressions تعبيرات زي عندي verb have لو جه مع breakfast او lunch او dinner اي وجبة من الموجبات معناها يتناول وجب have breakfast have lunch have dinner have a routine معناها لديه نظام يومي سابق have coffee يشرب مشروب يعني have هنا وبتستخدم بمعنى يأكل او يشرب have fun يستمتع بوقت طبعا الحاجات دي احنا لازم نحفظها علشان ما نبدلش الافعال text friends يرسل اصدقاء text friends get up get up معناها يستيقف get to school get to school معناها يصل للمدرسة read on the sofa يقرأ وهو جالس على الاري read on the sofa play chess play chess يلعب شطرة play computer games play computer games يلعب العاب الحس take the bus take the bus take the bus يستقل الاوتوبيس او يأخذ الاوتوبيس يعني يغضم واصلها spend time spend time يقضي وقتا spend money spend money ينفق مالا بعد كده عندي page 14 طبعا عندي نكمل برضه do activities طبعا معناها يؤدي انشطة do activities طبعا verb to do له expression كتيرة زي do homework يقوم بالعمل اه المنزلي او بالواجب المنزلي وعندي برضه housework housework معناها يقوم بالاعمال المنزل do housework do the same things يقوم بنفس الاشياء do exercise do exercise معناها يتدرب دو شبورتش مارس الرياض وعندي do acquies do acquies معناها يجري اختبار كصير وطبعا do a job معناها يؤدي وظيفة وفي هذا job معناها لديه وظيفة make breakfast معناها يعد وجبة الافطار make dinner يعد وجبة العشاء بعد كده الجزء الخاص به اللي هي المترادفات والمتضادات يعني ايه يعني الكلمة ومرادفها او معناها اللي هو الميننج بنسميه اللي هو الميننج وبنسمي الانترام اللي هو اللي هو الابزت مضاد عندي كلمة late معناها متأخر المضاد بتاعها early اللي هي مبكر late early the same as the same as مطابق identical identical اللي هو برضو معناها متطابق او نفس الشيء different to different to or different from معناها مختلف عن leave معناها يغادر برضو بتساوي move ينتقل او ذات يخرب ومضادها stay اللي هي يبقى او يقي start يبدأ begin يبدأ finish ينهي وعن the end برضو معناها start began finish end important معناها han important necessary برضو han vital han او حيوي unimportant غير han ضيفنا له الباديئة han علشان يديني عكس طبعا الصفة الباديئة ردي من ضمن الباديئات اللي بديني عكس الكلمة زي الباديئة han والباديئة this and so on زي ما هناخد بعد كده واخدنا قبل كده برضو بعد كده prefixes and suffixes المقاطع الباديئة واللحق مقاطع بضيفها في بداية الكلمة وانهايتها علشان تديني معنى مختلف عندي اللحقة l y بتكون الصفة يكون الصفة والظرف من الاسم اخد بالي ان day يعني daily يوميا طب انا عندي مثلا حزين يعني say صفة the adjective عايز اقول بحزن يبقى sadly احنا قلنا القعدة العامة في تكوين ال adverb الزرف وشرحنا قبل كده ان احنا بنجيب ال adjective الصفة ونضف لها l y ودي القعدة الاساسية زي sad sadly happy happily and so on ولكن طبعا في بعض الصفات اللي هي بتستخدم كصفات وكظروف زي fast سريع وبسرعة hard صعب وبصعوبة late متأخر او متأخرا وearly مبكر او مبكرا وعندي صفة good يعني الصفات دي بتستخدم كصفة وظرف بدون تغيير وعندي good ال adverb منها will ده بتغير بقى خالص بعد كده عندي exercise على vocabulary ويقول لي احمد ان علاء are exactly the same احمد وعلاء تقريبا نفس الشيء او بالضبط نفس الشيء عادل لم يأتي للعمل مبكرا he came يبقى هو لم يأتي مبكرا يبقى هو اتى متأخرا اللي هي ايه بقى اللي هي late متأخر it's necessary to clean your teeth everyday مهم جدا ان انت تنظف اسنانك كل يوم this means it's ده معناه ان هو ايه it's unimportant غير مهم ولا important مهم ولا هاب سعيد ولا terrible طبعا نستصر احنا قلنا ان هي بتساوي important the interim of begin is مضاد كلمة begin اللي هي معناها يبدأ يبقى مضادها ينهي اللي هي finish i go to school everyday انا بذهب للمدرسة كل يوم this means ده بيعني i go to school everyday يبقى daily يوميا طب every month كل شهر every month كل شهر يبقى منصري every year كل عام يبقى yearly سنويا every week كل اسبوع يبقى weekly اسبوع نكمل في page 15 طبعا ده general notes على الدرس لدي كلمة routine اللي هي معناها عمل يومي او متكرر زي ما اقول مثلا my daily routine العمل المتكرر بتاعي او العمل اليومي بتاعي او روتيني اليومي is the same every school day هو نفس الشيء كل يوم دراسي اما الhabit ده عادة شخصية skipping breakfast is a bad habit ان انا طبعا skip هنا معناها يتخطأ او يفوت طبعا الافطار دي عادة سيئة حاجة انا متعود ان انا عملها ولكن دي عادة شخصية ماهيش routine custom عرف او عادة مجتمعية يعني بتخص المجتمع it's the custom for bright to wear a white dress in wedding طبعا هي عادة ان العروسة طبعا ترتدي فستان ابيض في الويدنج الي هو حفل الزفاف يبقى routine ده روتين يومي عمل متكرر حاجة بعملها كل يوم متعود اعملها وفي موعد منتظم حاجات اشياء بعملها بنفس الطريقة وطبعا في نفس الوقت بنفس الاشياء واما هابت عادة شخصية و custom عرف مجتمعي بعد كده عندي كلمة home home هنا بتعني منزل وفي بعض الافعال طبعا بتيجي معها كلمة home ولكن طبعا ما بيجيش معها حرف جر عندي verb come يأتي get يصل leave يغادر we return we stay we go كل دي افعال بتأتي مع كلمة home ولكن بدون حرف جر او الايه او stay home come home get home leave home return home return we go home بيقول لي what time do students come home from school enter country ايه الوقت اللي الطلاب بيأتوا في المنزل او برجعوا للمنزل من المدرسة في هذي الدبت they get home late home قاتوا البيت متأخر my dad leaves home before we get up بابا بيغادر البيت طبعا قبل استيقظ بعد كده عندي prepositions طبعا استخدامات بعض حروف الجر اللي هي in و on و buy عندي اللي هي on لتستخدم قبل ايام الاسبوع والتواريخ طبعا on saturdays لو جمع لي اليوم كده يبقى معناه ان ايام السبت كلها قال لي fridays يبقى ايام الجمعة كلها بيقول لي on saturdays i always get up at 11 o'clock انا باستيقظ دايما الساعة 11 i was born on 17th of December 2000 طبعا انا وليت في السابع من شهر ديسمبر عام 1000 ده تاريخ يبقى باستخدم معايا حرف الجر on بعد كده حرف الجر but باستخدم بمعنى بواسطات قبل وسائل الموصلات ولكن اخد بالي بقى by مع كل وسائل الموصلات ولكن بدون فاصل يعني ايه بدون فاصل الفاصل ده اللي هو a ادات النكرة الان ادات التعريف there او اي صفة ملكية مثلا my there and so on يعني مثلا اقول i got school by bus انا بذهب للمدرسة with my friend مع صديقتي دين ولكن بقى انا لقيت في اسئلة اختر في هنا فاصل يعني لقيت a او a بستخدم في الحالة دي اما in او on in او a او on زائد الوسيلة زائد الفاصل وبعد كده الوسيل in بتيجي معه كلمة car او وصيرت الموصلات car وتاكسي و on بتأتي مع باقي وسائل الموصلات ولكن بالفاصل ده يعني اقول i got school on the bus i got school by the car او sorry in the car يبقى عايزة اقول مثلا in the car او on the bus في فاصلة بعد كده حرف الجر in بيستخدم قبل بعد فترات اليوم لقلنا بعد فترات اليوم لان انا عندي in the evening in the morning في الصباح in the afternoon ولكن بالليل بتاخد at يبقى at night اخد بالي من الحاجات دي بعد كده عندي verb help help بمعناها يساعد احنا ممكن نستخدمها كنوم بمعنى مساعد ولكن اذا استخدمت بمعنى يساعد بيجي بعدها object المفعول ويجي ممكن يجي to الفعل في المصدر او المصدر بس اقول i often help mom make dinner او to make dinner بعد كده الجزء الخاص بي important expressions and prepositions اللي هي التعبيرات وحروف الجر الهم عندي expressions زي go to bed يذهب للنوم go to bed lesson to music lesson to music يستمع الى الموسيقى on her way to on اخد بالي من حرف الجر on on her way to في طريق جهائل on the right على اليمين on the right that's why that's why لهذا السبب يعني انا بيجي لي هنا سبب ونتيجة يقول لي السبب ده ولهذا السبب حصل كذا prepositions اللي هي حروف الجر study hard for يذكر بجد لي study hard for have the weekend have the weekend في عطلة نهاية الاسبوع on holiday on holiday في اجازة come home from come home from يأتي للمنزل من help with help with يساعد في بعد كده بيجي سكستين طبعا دايماين points على reading و listening طبعا دي بعض النقاط كده الرئيسية اللي انت تقدر ان انت تستخدمها وانت بتكتب في سؤال البراجراف طبعا هنا عندي على listen one على daily routine تقدروا طبعا تنقل الجمل دي وتكتبوها طبعا الجمل دي هتساعدكو وانتوا طبعا بتكتبوا في سؤال البراجراف ده الاول ده الاول ده عن daily routine ده اما التاني طبعا ده عن ايه best friend اللي هي اه افضل صديق ده الدرس التاني طبعا الجمل دي مهمة جدا ممكن توقف الفيديو وتكتبها اه تساعدك وانت بتكتب في سؤال البراجراف اما الجزء الخاص بال reading ده جزء مهم جدا حاول ان انت تذكر الاول الفيديو اللي احنا شرحناه وتشوف الكلمات وبعد كده بقى تبدأ ان انت تقرأ الدرس هتلاقي نفسك بتقرأ وبتفهم بكل سهولة كراءة الدرس ده مهم جدا طبعا هي بتنمي عندك سكيل طبعا مهارة كويسة اللي هي مهارة reading كمان ان انت بتقدر ان انت برضو تجمع points كده افقار او نقاط كده بتساعدك وانت بتكتب في سؤال البراجراف وكمان هتساعدك في حل الاسئلة المختلفة وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبلي في comment اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته